الخبر الأول اللي عادنا عن أحمد أبو الربو عن أغنيته الجديدة ولكن للأسف هذه الأغنية نزلت فقط بحسابه بالإنستجرام ولكن اللي حاب يسمع الأغنية راح تكون موجودة رابطها بالوصف قناتي الثانية طبعا هذو الأغنية ونقدر نقول هي إعلان الساعة تسويتش صراح فكرة الأغنية حلوة اللي سماعها يكتب لنا تقييمة إلها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عادنا عن محمد جواني واعترافه بحب البيسان اسماعيل بحيث كان فاتح بث بحسابه بالتيك توك وبهذا البث المباشر واحد من الأشخاص سئل السؤال هل أنت تحب بيسان اسماعيل أو لا؟ أو هل ما زلت تحبها؟ طبعا من نفس الوقت هو صار يحجع لأمها البيسان وعلى عائلتها فشوفوا شنو قال بحس بعدك بتحبه أنا ليكو يا جماعة موضوع حبك وحبه ومدري شو هذا هذا موضوع انتهى تمام؟ ويام الحب أقلب لك كره اثنين قلت لكم أنا لو ما بعز أو بعزة ألا عزني كفافة ففيد كلهم بعضا أنا كان كان هان علي بضيحتها أو كان هانت علي كان أزيتها لو أني شخص واطي ومصلحة لي ما طلبتها لو أني واحد واطي ما فتحت الله خانال اليوتيوب ودعمت من بداية وخلت أنشر يوم عندي يوم عندي يوم عندي يوم عندي يوم عندي المتابعين الأديمين بتتذكروا بشانيك أنا مو شخص واطي لو أنا شخص وسيخ كان ما عملت هذا الشيء كان قدلت خليت قناتي كبرت ووصلت عشر مليون وآخر الشيء بعدين يلا يلا بيبي صح ولا لا؟ ولكن أناafar اني عملت قوة يا عموين وانت عملت ذا أن أستبدأ لك لا تكلم شخص في الخبر الثالث الذي عادنا عن المشكلة التي محددٰ معا بين أحمد أبو الروب ونور مار أو يمكننا قول موجود على مشكلة بين الجمهورين ولكن أحمد أبو الروب تUEívها هذا الستوري يقول هل تريدون أحكي على أغنية نورمار والأغلب صوت إيه؟ شكلها من الواضح أنه ستصير حرب بالأيام القادمة طبعا هذا الستوري السبب يبتهجم كثير كبير على أحمد أبو الرب بحيث الكومنتات كلها صارت السبب وتحكي على أغنية الجديدة فما أعرف كتبونا شو رأيكم بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن وسام تيكيت وبيسان تيكيت فواحد من أكثر الأسئلة اللي ينسألوها هل أنتوا تحبون بعض أو لا؟ وخاصة أنه في فترة الأخيرة هواية تشكلهم دي لامحون على هذا الشي فهو سنطلع بحسابه بالإنستغرام ونزل الستوري يقول بي أو هذا الستوري الواحد يسأله هل يتحب بيسان فجاوب عم بفكر قريبا ننزل فيديو ويحكي لكم كل شي فخلينا ننتظر الفيديو رغم عندي أحساس الصراحة أن الفيديو رح يكون كوميدي ما لعلاقة بالجواب وبس والله اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى بمقطع إجابكم لا تنسوا تحطوه لك وتشتركوه بالقناة تشاهد لكم في أجزاء من قناة مملكة القصص مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة